أقل منك بكتير وبالتالي الست نقاط يعني ما فهمش كلام لا هم طبعا فيهم كلام وكلام كويس طبعا نحن أحرزنا الست نقاط في البداية برغم المنافسين لأن نحن لنا تجارب قبل كده مع منافسين نفس المستوى وقال وحصل تعصر قبل كده وعملنا دربكة بقى في النهايات صحيح إنما دي حاجة كويسة أنت طبعا تبدأ بست نقاط العالمة الكاملة أهداف غزيرة طبعا يعتمن أهداف ودي حاجة برضو كويسة بوض النظر عن يعني الأداء وطبعا هو بيغير التشكيل وكده طبعا هنأعتبرها أن يعني ما أعتقدش هيبتدي بقى بعد كده في المدخل في الجد مع المستوات الأعلى إنه هو يعني يغير برضو كتير في التشكيل مهم ما هو في منتخب مصر غير الأندية إنه يبقى فيه تشكيل ثابت عشان التشكيل الثابت ده بيدي انسجام للفريق بيدي بيبقى فيه مثلا نقاط معينة تكتيك معين جمل معينة بتبقى محفوظة وبرضو مهم قوي في الكرة إنه يبقى فيه في الأداء حاجات محفوظة بتتعامل صحيح تبقى اللعب عشوائي واحد مثلا جديد يخش في المجموعة غير المنتخب بيبقى حاجة تانية فهو في البداية طبعا حاجة كويسة قوي إنه يبقى ست نقاط تريحك قدام بعد كده وبرغم برضو الحقيقة الظروف ضغط المباراتين اللي تلعبوا والصفر والأرضية بتاعة أرض الملعب اللي شفناها في سمارش السيراليون إنما المحصلة لا بداية كويسة والغد دلوقت الرجل ماشي كويس بأرقامه وبنتيجه مع الفريق نتمنى أنها تكمل كده خالد هل هي رسالة لكل الأندية أو لكل المنتخبات